وود المحيارة البشرية كلها هشرحها لك في كم دقيقة فيهم البركة كلها يلا بينا قبل من نبتدي مع بعض خلاني اتفق على حاجة ان وود في الانجليش دي حاجة اسمها بعدها بيجي بعدها الفعل في المصدر تمام؟ يعني من غيرته ولا اي حاجة كمان وود ممكن اختصرها الابوستروفي دي عشان بس ما تضعش مني واحنا اشغالين في الفيديو مع بعض لو لقيت احيان اول استخدام معانا يعني وود لما تحب تستخدمها عشان تطلب بها طلب مؤدب كده ونبقى محترمين مع بعض لو انت في مطعم مثلا عاوز اشرب مشوب عاوز اشرب شاي الطلب المؤدب كمان ممكن يبقى في سورية استئزان فوود بنجيبها في الاول كزي ما يكون سؤال مؤدب يعني فمسلا تقول له واحد ايه ممكن بعد ازنك تستناني تيجي كتير او مع كلمة ماند هل تمانع لو عملت كذا 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 هل تمانع لو انا استارت الدكشناري بتاعك خلينا بدك مسيال I'd say or I would say that this is the best guy for this position أنا بتهيأ لي إن دوت أو ممكن أقول إن دوت أحسن حد لي البوزيشن دوت أو لي الوظيفة What for probability يعني عبر بودة عن الاحتمالية مثلا خلال نقول إن في حد بيخبط على الباب فأنا بقول مثلا إيه بقول لصديقي someone is knocking at the door في حد بيخبط على الباب هو ممكن يرد عليه يقول لي إيه يقول لي that would be محمد that would be محمد ده ممكن يكون محمد would for imaginary situation أو من الآخر كده would اللي هي بتيجي مع حاجة اسمها if conditionals أو حالات if الشرطية ودي بتحصل كتير would و if بزداد في الحالة التانية اللي هي الحالة اللي فيها تخيل شوية يعني مثلا if I had million dollar لو معايا مليون دولار I would مثلا go to France or I would travel to France بس أنا مش معايا ولا شيء نفجيبي والله بقد ولا حروح فرنسا if I didn't have the replacement he'd want to split me in half if I didn't have the replacement Piker he'd want to split me in half future in the past يعني مستعبل في الماضي طبعا الكلمة ذات نفسها أصلا تلغبط بص خلينا شرحلك بموتها البساطة عشان دي من الحالات المتكررة جدا لوود والله الناس بتتلغبط فيها كتير جدا خلينا نقول ان خلينا نديك مثال عشان تفهم أكتر خلينا نقول ان انت قابلت صاحبك من أربعة أيام اللي كان فرحه من يومين فاته تاني قابلت صاحبك من أربعة أيام اللي كان فرحه من يومين فاته وانت مروحتش الفرح جي هو بقى قابلك النهاردة النهاردة وقالك انت قلتلي انك كنت حتيجي الفرح الحدثين في الماضي حتيجي الفرح ده وقت المستقبل في الماضي تمام تتقال بالإنجلش ازاي تتقال You told me You told me You would come to my wedding خد بالك بقى ان ممكن نستخدم حاجة تانية اسمها برضو Was going to في الحالة دي بس الفرق ما بينهم مش هينفع هشرحوا دلوقتي ان شاء الله هشرحوا في السلسلة بتاعة الأزمنة سادس حاجة واخر حاجة معانا النهاردة اللي هي Would for habits in the best Would عشان أعبر بيها عن عادات في الماضي بتساوي حاجة في الإنجلش عندنا تانية اسمها used يعني لما تحب تعبر عن عادة كانت في الماضي بس ما عادتش موجودة معاك أو ما كملتش معاك لغاية دلوقتي ممكن تستخدم Would كنت متعود اني أدخن كل يوم حاجة كدا زي متعود دائمان طبعا فاكيني مسجحة بتاعة أتعادة الإمام موسيقى موسيقى